بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهلا وسهلا بالجميع في فيديو جديد من فيديوهات مملكة الوصفة الصحية مملكة الأكل ومملكة التدابير الصحية والصحيحة وتدبيرتنا لنهار اليوم هي الحلقة الثالثة أو الوصفة الثالثة في تخزين الطماطم كما راكم تشوفوا هذه المرة رايحنا نخزن الطماطم بطريقة التجفيف لمعرفة حيثيات الوصفة كل التوصيات الصحية والغذائية النازمة لنجاح هذه الوصفة ولتخزينها بطرق سليمة ولمدة طويلة محليكم فقط غير أنكم تدخلوا معايا للمطبخ إذن نقول لكم أهلا وسهلا مرة أخرى يا غوالي وبسم الله على بركة الله نبدأ في طريقة تحذير الطماطم المجفف إذن نرى في موسم الطماطم نرى في موسم الوفرة الحمد لله الطماطم المجففة هنا كل واحدة واش تحب الجفف لكن كنصيحة مني وواحدة متعودة دايما الجفف الطماطم هذا الطماطم اللي تجي صغيرة هي اللي تصلح في التجفيف خاصة إذا فاتك الوقت والله الجو تحول ورجع بارد علىه باش تنشفلك وتكون صغيرة يعني ما تديش معاك وقت وما تتعفن لك شو ما تخسر لك شو فهمتوني فالطماطم الصغيرة هذي والطماطم العربية أكيد مشي الطماطم الإفرنجية هذي كل الطماطم متاع السلاطة هذي تقريبا ما تجي شبنينة كما هذي هذي فيها الحلوة وفيها الحموضة وفيها التركيز فهمتوني فاكي تجف فيها يعني رايحة تديري كنز غذائي في البيت نجيب الطماطم متاعنا ننظفوها ننقوها والمتينة هذي كما كنت نوري لكم تقدر تقسمها حتى لثلاث دوائر وهنا سواني التجفيف المعتادة اللي نفرشها بورقة الباتخون ونجهزها باش نقوم بهذا العملية أنتع تجفيف الطماطم الطماطم المجففة عندها بزاف فوائد بزاف ناس تجهلها نخدمو بها الماكلة الحمرة كما نقولوها الأطباق التقليدية نقدروا نستغنعوا باعلان الملح ونستغنعوا عن الطماطم المصبرة سواء منزليا ولا المعلبة يعني اللي نشروها بفضل هذا الطماطم يعني كيكون الوقت انت حاو تكون في المتناول ما تراطيش نهائيا ورانا في الشهر السابع الله يبارك واش نقولكم الشهر السابع والثامن راهي سخانة يعني مش غير تجفة في الطماطم حتى الشخص يجف معنا هنا شوفوا هذه الحبة القتاب اللي بزاف عريضة رايح نزيد نقسمها لدوائر أخرى كي الناس كانوا يخلوها تجف يومين أو ثلاثة من بعد يعلقوها كما نقولو في خيط فهمتوني يعلقوها ويخلوها تكمل تنشف أنا كنت ندير هذه الطريقة صراحة بس نحن بعد بطلت خليهم ينشفوا هكذا ثمني يام خمسي يام على حساب أولا حجم الطماطم وثانيا على حساب الجو ثاني فهمتوني ديفال الجو يكون يعني حتى وساخن لكن متقلب فيه الغبار وكذا فمش رايح نخرجها نهائيا للهواء هنا بعد ما تقطعوا كامل الفصوص تاعة الطماطم تقسموها على ثنين أو ثلاثة على حسب حجم حبة الطماطم نبدأ ونديروا فيها شرطات أو شلحات أو خطوط بهذا الطريقة باش يدخل فيها الملح رايحين نديروا فيها كمية معتبرة من الملح وما تخافوش الملح انتعنا رايح يروح مع الماء فهمتوني يعني كي تخرج السوائل الملح راح يساعد الطماطم تتخلص على أكبر كمية من السوائل اللي فيها اعتذر عبالي لحقت له هنا ونزل محطة الناشا لايك تحط اللايك فضلا وليس أمرا اللي مشوا مشتركين يشتركوا يفعلوا الجرس لأن القادمة أحلى وأجمل أكيد وهنا يا نرجع للوصفة بتاعنا بعد ما قطعنا كامل الكمية بتاع الطماطم أكيد هنا أنا بريت لكم شكلش نوري لكم العباس برك انتاع الوصفة ونكمل البقية هنا نحطها في الصواني هذي قلت لكم سواء انت على بلاستيك أو الأليمنيوم والمهم لازم تفرشو لها خاصة للطماطم والثوم والفلفل علىه يحتوي بزاف على فيتامين سي والفيتامين سي يتأكسد مع الأليمنيوم مع البلاستيك هذا يعني ليس بلاستيك هذا الميلامين لكن أحسن شي تفرشو لورق الباتخون أولا الورق راح يكون ماص في الطماطم بعد ما تنشف اليوم الأول تقدروا تبدلوا الورق أكيد ترموه بكل سهولة يعني ليس راح تلصك فيه الطماطم وتبدلوا الورق عليها دائما نقول لكم اشي الورقة الباتخون أحسن من ورقة الطهي باش تستغلوه ومتجكمش الخسارة بزاف ياك مع الاقتصاد أكيد والتحفيز والعولة وللقودة هنا بعد ما كملت كما قلت وقلت لكم عفوا وستفتم في الصواني رايح نحط كمية معتبرة من الملح ما تخافوش من الملح مش رايحة تجي معاكم مالحة نهائي هنا المقطع كان التحذف لي تعتد شيف شوفوا هنا يا في البلاتو هذا كيفاش تكمشت واني حطته في الصورة المرافقة خرجته للشمس للهواء البارد يعني الهواء البارد والجو والحى الشمس الصبح جويها العشرة والله نكون دخلتها فهمتوني هكذا كملت معا نغطيها بالبتول والله بقطعة قماش يعني شفافة على جل الذباب عشاكم والحشرات هذيك ونخليها تجفة معايا نهار نحس بالقلب انتها خلاص قاعد غير تضغطي على حبة الطماطم يعني في القلب ما تحسيش باللي كاين ما وان بلوس الملح ينشف معاك بزاف فيمد هذاله لمها كامل كما شفتوني وانا خدمت هنا كمية مليحة وشوفو هنا يكفران ينعبص يعني تبقى طرية لكن ما فيهاش سوائل فهمتوني تبقى طرية لكن ما فيهاش سوائل هذا لي انكم تنشفوها للشمس مباشرة رايحة تتحرق وتنشف معاكم بزاف ويجيكم يبسع هذا الطماطم يسموها المخلعة يسموها المشلحة يسموها المجففة المهم صحية وخلاص فهمتوني ايبا اهنا بعد ما وريت لكم كيفاش يكون القوام رايحة نبدأ ان نستف هذو حبات الطماطم اول شي ننفذ الملح الزايد وكل زوج حبات والله زوج الصص نديرهم مع بعضهم يعني نحاول ان ننظمهم بنفس المقدار فهمتوني باش كنحطهم في العلب الزجاجية انا نخزنهم فهذا العلب تاع المايونيز اللي اصلا بلمتش للمايونيز ذوك رح يتتباع عادية هذي العلب تشروها للتخزينات والتخليلات ومشابه اه باش كنعبي القارورات نعبيها بنفس المقاس اه انا بعد ما كملت شطورة انا ياك خمسة وخموس يلا بعد ما كملت الفرز هذا راح نجيو للمرحلة المقبل الاخيرة اللي هي نعبيوا البرطمانات والله البلارات كما تحبوه اه نحطوهم بهذا الشكل البلارات راه مخصولة معقمة وجاهزة لالتخزي كما تقدروا تحطوها في بلارة كبيرة كما تقدروا تحطوها في بورت مانجي لكن احسن شي للناس اللي تدير العولة بهذا الطريقة وكميات كبيرة تدير البلارات هذا الصغار باش تخدمي بالبلارة بالوحدة يعني وكما قلت لكم هذا الطماطم يعني ما نخدمش بها دايما نحب نديرها في العيش اللي هو البركوكس نديروها في طير البرمة نديروها في القرصة المرقة نديروها في الشخشوخة في التليتلي يعني الحاجات التقليدية ذيك اللي تحب انه الاكل انتاعك يكون حامض وفيه القرصية تاع الحموضية تاع الطماطم البلاد كما يقولها والقرصية تاع الملح لكن على الخفيف بالنسبة للملح هنا دايما ديروا حسابكم كي تجدوا تديروا طماطم المخلعة هذه في الطبخ نتاعكم ديروا حساب الملح حاولوا تديروا على عين الشيطان وللسانك معك يعني بعد ما الضوغي تعرفي اذا تزيدوا والله ما تزيدش اكيد المسوس يتداوى والمالح ما يتداوش على قولة الام رب يرحمه رحمه المغفرة للام فضلا وليس امرا اهلا بعد ما عبيت القوارير بالشكل اللي نحبه وبالمقدار اللي حبيته رايح ندير فيهم الزيت اللي تحب تدير الزيت الزيتون اللي تحب تدير الزيت العادية هذا يرجع لك هي فقط الزيت والملح عبارة عن مواد حافظة مؤقتة اوكي الوصفة هذه تقدري تحتفظ بها الاكثر من ثلاث سنوات اربع سنوات بدون اي مشاكل تحطيها حتى في البلاكار يعني بدون ثلاجة ورايح تبقى معاك مدة طويلة فقط اه احكمي الاغلاق من اول مرة لما تفتحي البلارة اللولة بعد هذا التخزين لما تفتحيها يعني لازم تحطيها في الفرجدة علىه لانه اللي هو يكون خلاص لامس الطماطم متاعك الزيت هنا رايح يعطيها طرابة راح يرطبها كما شفتوا في بداية الفيديو ورايح تشوفها اكيد فرج هذه البلارات الربع وجدتهم راح ينجيبوا للعامين وثلاثة كيوالو يعني مش راح نزيد نخدم والبلارة اللي كانت باقية لي من السنين اللي فاتوا فرج نفتحوها قدامكم وتشوفوا القوة متاع الطماطم متاعنا تقريبا طماطم هذي تكون جاهزة للاستعمال بعد 24 ساعة الاولى الى 48 ساعة تكون ترنخت وتقدري تبدأ تخدمي بها بما انه راح موسم الطماطم موسم الثوم موسم البصل الابيض خاصة استغلوا هذا الشهر الاخير لعمل الاشغال انتعكم خاصة في مجال التخزينات ومجال التحذيرات السنوية والشتوية والرمضانية ولمالها وهنا شوفوا هذه البلارة اللي كنت نحكي لكم اللي هل يبقات لي من السنة اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا يعني هذي عندها تقريبا ثلاث سنوات سريحة نفتحها معكم وش نقولكم حاجة طوب هذي الطماطم كي ترحيها مع البصلة تتمتلك واحد القوام كي تحطيها كما راهي هكذا يعني مثلا نهزوا فصين ولا ثلاثة ولا ربع باين باللي حطينا حبتين مثلا هاي باينة ياك بعد ما تغلي في المرق تجبديها وتهرسيها تعبزيها يعني تتخلصي من هذيك الشوائب وتعاود يترجعها تعطي لك ذوق ولا أرواب شوفوا هنا ياك كيفاش تعاود تترنخ تعاود تتنفخ ويبانر اللب انتحا فقط ركزوا على انه في المرة اللولى ما تنشفش نشفان تام راني نعاود ونكرر لازم ما تنشفش تماما تبقى شوي طريع انت قدري تتحكمي في ايدك بدون وجود سوائل اللي تخليها تتعفل كي الناس ترنخها في الزيت وكي الناس لعلى لكن انا نفضل انك ترنخها في الزيت والزيت هذيك اكيد مكشة رح ترميها بعد ما تخلاص البلارة انتاعك رايح تدوزني بها المرق انتاعك بكل بساطة ماهيش حاجة خارقة يعني هنا نكون وصلت لنهاية الفيديو هذي هي اما البلارات انتاعي هذي نتيجة الطماطم المجففة والله المخللة المخلعة كي ما تحبوا تسموها سما ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وفادتكم والتدبير ان شاء الله تنال رضاكم وتجربوها وتدعو لي اكيد للناس خاصة اللي يحبوا الاكل التقليدي والصحي بصفة عامة الى هنا نقولكم ما تنسونيش بالدعاء ما تنسونيش باللايكات والتعليقات المحفزة فضلا وليس امرا ما توفيقي الا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه ان يبدو تنسالمين وعلى الله دائما متكلين سلام شكرا